بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن في الجزء الأول عن أمراض الحنجرة أمراض الحنجرة كثيرة وإن كانت الشكاوى قليلة كما ذكرنا بحة أو انقطاع أو مشاكل في التنفس أو البلع مثل الصداع الصداع شكوى عامة ليست تشخيصا وأسبابها كثيرة أيضا البحة مشكلة شكوى يشتكي منها المريض ولكن الأسباب متعددة تبدأ من مشاكل بسيطة مثل التهاب الحنجرة الذي يأتي مع تغيير الصوت مع الزكام مثلا إلى أمراض أكثر خطورة مثل السرطان سنستعرض سويا في الجزء الأول في هذا الجزء بعض الأمراض وسأريكم بعض الصور للحنجرة من الداخل لبعض الأمراض مع تفصيل بسيط بما يسمح به الوقت عنها هناك أمراض عضوية وهناك أمراض غير عضوية وهناك بعض اللحيمات أو الحبيبات الصغيرة سنتحدث عنها عضوية يعني هناك مشكلة واضحة عند التنظير وهناك حالات لا توجد مشكلة واضحة عند التنظير لنأخذ بعض الأمثلة هذه حالة مع هذه الطبقة البيضاء على الحبل أو الثنية الصوتية اليمنى هذه حالة سرطان في الحنجرة في بداياته نسأل الله العافية والسلامة وهذه حالة أخرى استفحل المرض والسرطان بالحنجرة وغالبا هذا المريض يحتاج إلى استئسال الحنجرة وفقد هذه النعمة وهذا الجهاز الرائع الذي خلقه الله لنا سبحانه وتعالى أيضا من الأمراض التي قد تصاب بها الحنجرة ما نسميه شلل الثنية الصوتية تلاحظون في هذه الصورة شلل عدم حركة في الثنية الصوتية اليسرى بأسباب كثيرة وذكرنا سابقا عندما تتحرك الحبل الصوتيين يبتعدان بشكل جيد أثناء التنفس قد يصعب التنفس وعندما لا يقتربان سويا أثناء الصوت قد تكون هناك مشكلة في الصوت وهذا الرجل عنده مشكلة في التنفس شلل في الثنية الصوتية هناك حالة أخرى نسميها أخاديد الثنية الصوتية أخاديد موحفر طولية في الثنية الصوتية تؤدي إلى نحافة في الصوت عند الرجال أيضا مشكلة موجودة وراثية في كثير من الحالات وقد يصعب علاجها ولكنها مشاكل حميدة أيضا هناك كما قلنا مشاكل غير عضوية عند الفحص لا توجد مشكلة واضحة كما ذكرنا ولكن هناك شكوى واضحة من أهمها ما نسميه الوهن الصوتي كما قلنا مدرس أو مدرسة بداية يومه أموره تمام ما عنده مشكلة ولكن بعد أن تعطي أو يعطي حصة أو حصة تبدأ المشاكل يبدأ الإرهاق يبدأ عدم القدرة في إخراج الصوت والنحنحة والألم والجفاف الوهن الصوتي أحيانا يصاحبه تغير في الصوت أو بحة وأحيانا لا يصاحبه شيء ولكن أيضا مشكلة أيضا مشكلة مزعجة من المشاكل التي أحب أن أشير إليها أيضا وهي موجودة ما نسميه ارتجاع أحماض المعدة وأنزيماتها إلى الحنجرة هناك نوعين من الارتجاع ارتجاع لأحماض المعدة الكاوية إلى المريء ويعود ونسميه الارتجاع المريئي الشكوى هنا تكون حرقان انزعاج في المنطقة أسفل الصدر ما تحدث عنه هنا هو الارتجاع الذي تصل الأحماض الكاوية إلى الحنجرة الارتجاع الحنجر البلعومي هذا النوع تكون الشكوى في الحنجرة في منطقة الرقبة قد تكون بحة في الصوت قد يكون جفاف احساس بالجفاف رنحنحها كثيرة آلام وإجهاد صعوبة في التنفس الشرق أحيانا والصعوبة في البلع وهكذا وأحيانا تصاحبها كما في هذه الصورة ما نسميها حبيبات التماس التي تحتاج إلى علاج متخصص أيضا إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية الجزء الأول عن موضوع أمراض الحنجرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة